الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك اللهم اجعلنا من عتقاء النار اللهم اجعلنا من عتقاء النار اللهم اجعلنا من عتقاء النار اللهم بارك لنا بيوتنا يا رب العالمين اللهم بارك في زوجاتنا وأولادنا وبناتنا اللهم بارك في الأرزاق اللهم بارك في كل شيء يا رب العالمين اللهم من عقمت من النساء اللهم أحيي رحمها وارزقها ذرية صالحة تعبدك وتشكرك وتدعو إلى دينك اللهم من عقم من الرجال اللهم أحيي صلبة وارزقه ذرية صالحة تعبدك وتشكرك وتدعو إلى دينك آمين يا رب العالمين سائل يقول ما هو المقصود بالخيط الأبيض والأسود في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل صورة البقرة وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود السائل يقول واشنو هو الخيط الأبيض واشنو هو الخيط الأسود هذه الآية لما نزلت هذه الآية لما نزلت كائن وحد الصحابي واسمه عادي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عادي بن حاتم لما نزلت هذه الآية فهمها على ظاهرها فهمها على الظاهر راح جاب خيط البيض وخيط الأسود ودارهم تحت الوسادة تحت المخدة للكامل يرقد وينود يطلع عليهم ما مش يبانوا يطلع عليهم يطلع عليهم يطلع عليهم حتى ولا يميز بين الخيط البيض والخيط الأسود فقام لصلاة الفجر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله راني ندير خيط البيض وخيط الأسود تحت المخدة نتاعي يعني يحب يسقسيه هل الفهم نتاعي صحيح وكاين صحابة روح دخرين فالصباتين تعرج ليهم فالصباتين تعرج ليهم كانوا يرطوا خيط أبيض وخيط أسود للكامل هو يطل باش يشوف أما لا أنا حاب نقرلكم الحديث تأتي سيدنا عادي بن حاتم باش تعرفوا الصحابة كيف تعاملوا مع هذه الآية وكيف أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقتها عن عادي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال عادي يا رسول الله إني جعلت تحت وسادتي عقالين يعني خيطين عقال أبيض وعقال أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لا عريض وش معنتها إن وسادك لا عريض معنتها قال له إذا ولت الوسادة تاك نقدر نخبيه تحتها الفجر معنتها لازم تكون عريضة لأن الفجر هو الأفق الفجر هو الفضاء الفجر هو يعني انسحاب الليل وقدوم النهار هو الفضاء كله في السماء هكذا يعني حاب يقول له يعني قادر الفجر قاعد يروي تحت الوسادة تاك هنا يوم بدأ يفهم عادي بل الفجر ما هو مقصود بها الخيط لأن الخيط يقلع يديه تحت المخدة ولكن الفجر الحقيقي الذي يكون في الفضاء لا يمكن أن يضعه تحت الوسادة شوف النبي عليه الصلاة والسلام دل مقدمة واش قال له إن وسادك إن وسادك لعريض واش قال له إنما هو السواد الليل وبيض النهار رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي أمبات قاله إنما هو السواد الليل وبيض النهار يعني قاله يا عادي الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما شيء الخيط الذي تعرفه الذي يمكن أن يكون تحت الوسادة وإنما المقصود بالخيط الأبيض هو قدوم النهار والمقصود بالخيط الأسود هو الزوال الليل الفجر الصادق ولذلك الفجر ينقسم إلى فجرين فجر صادق وفجر كاذب الفجر الكاذب يكون مستطيل له هكذا في الفضاء كذنب الأسد وأما الفجر الصادق فيكون مستطيل في الفضاء هكذا في الفضاء إذن سيدنا عدي رضي الله عنه حمل الآية على حقيقتها وفي هذا دليل على أن هناك مجازا في القرآن هناك المجاز الذين ينكرون المجاز هذا حديث يثبت أن الآية ليست على ظاهرها وأنه ليس مقصودا بها الخيط الذي نعرفه وإنما الخيط هنا كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو سواد الليل وبياض النهار فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر والخيط الأسود كناية عن سواد الليل وأن معنى ذلك أن ينفصل أحدهما عن الآخر والعقال هو الخيط السمي بذلك لأنه يعقل به أي يربط به ويحبس به ومن هنا سم العرب العقل عقلا لأن العقل يعقل صاحبه يعقله يربطه يمنعه من أن يفعل ما يشاء ولذلك يقال فلان ليس له عقل يعني ليس له ذكاء وليس له فكرة وليس له عقل يمنعه العقل من العقال والعقال هو الرباط الذي تربط به الدابة كذلك العقل يربط صاحبه فيمنعه من أن يفعل ما لا يلق بالإنسان الشريف إذن الفجر المراد بالآية وَأَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى آية حبسه في حَتَّى حبس حبس باش تتعلم كلمة حَتَّى على بالك وش قال العلماء مات سيبويه سيبويه أعلم علماء أعلم العلماء بالك باللغة العربية مات سيبويه وفي قلبه شيء من حَتَّى سيبويه دوخاته حتَّى هادي حتَّى لما تقول أنت مشيت 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 حتَّى للحراش مشيت حتَّى للحراش الآن الحراش مشيتها ولا ما مشيتهاش هيا جاوبوني لما نقول لك أكلت السمكة حتى رأسها هيا جاوبيني جاوب أكلت السمكة حتى رأسها هيا رأسها كليتو ولا ما كليتوش دكا كيلي يفهم أكلت السمكة حتى رأسها مع أنت حتى رأسها كليتو وكاين وحد أخر يقول لأ لا أكلت السمكة حتى رأسها يعني كليت 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 كي وصلت رأسها حبست هل الغاية تدخل في المغية أكلتوا السمكة حتى رأسها هل كليت رأسها ولم كليتوش آية نحول الآية واشقالت الآية واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودي إذن كول 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 حتى يتبين توقف ما للناس لم يأكلوا في رمضان فتاولهم فتاولهم قالوا لهم كول حتى تشوف الشمس طلعت كيتوف الشمس طلعت حبس هذا ناس رم يأكلوا رأس السمكة والحقيقة أن رأس السمكة لا يؤكل عليك أن تتوقف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر